أبدأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رغبة العراق في تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين وبقي دول الخليج وعالم وأكدا أن بغداد والمنامة تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وتجارية قوية وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية أن معصوم بحث مع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد الخليفة في بغداد بحثا اعتماد العمل المشترك البناء لتمتين العلاقات بكل أنواعها مضحا أن الوزير البحريني أكد تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع رقعة التعاون بين البلدين من خلال اللجنة المشتركة إضافة إلى أن زيارته ستفتح آفاقا جديدة للتواصل